أول سؤال وصلنا بيسألنا بيقول لنا هل القرد يضيع البركة؟ لا إذا كان القرد أخذ في مكان الصحيح ليه القرد مش هيزيل البركة؟ لأشياء كتيرة جدا جدا إن القرد حتى هم بيسموا القرد عقد ارتفاق لأن بعض الأحيين بيبقى العقد ده باب من أبواب سعة ربنا ربنا كتبه عشان يوسع علينا ولذلك إيه اللي حاصل؟ كان سيدنا مساء عبد الله بن مسعود كان يقول أن أقرد مالي عشر مرات خير من أن أهابه يعني هو شايف أن القرد ده سبب من أسباب السعة على الناس فالسعة ده تزاي تكون بتقلل البركة؟ بالعكس ده توسع على الناس وتوسع البركة وما تنسوش أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث كان يظهر وهو قد اقترض وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واضح أول حديث بتاع إسلام اليهودي لما جاء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لحضرة النبي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم اقضي لي ديني وكان بيسأله أنه يقضي لي دينه حتى قبل موعده فحضرة النبي واضح أنه كان مقترد من هذا اليهودي وقال لهم أنتم يا بني عبد المطالب قوم مطل فقال له الديني وكان بيطلب دينه وبعد كده حصلت القصة اللي حضرتكم معرفينها وكمان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يندقل إلى الرفيق الأعلى ودره مرعون عند يهودي إذن الاقتراض ده موجود وده جزء من العقود المالية الميسرة لحياة الناس فهي نوع من أنواع تيسير الله علينا ومفوش أدنى نوع من أنواع محق البركة بس أنا أظن خلوني أستبصر كده في السؤال السؤال صغير بس هو يبدو أنه هو ما كانش قصد كده هو عايز يقول هل قروض البنوك بتمحق البركة أظن هو قصد كده والحقيقة لا لأن لو كان القرد ده ليه شراء سلعة زي الألم أو زي البيت أو زي السيارة أو كان القرد ده عشان خدمة عشان عملية أو عشان حاجة زي كده أو عشان بناء بيت أو عشان تسميد أرض أو عشان زي ما بيحصل في الإصلاح الصراعي لو كان كمان لعمل خدمة كذلك مش هيكون فيه شيء كذلك لو كان المال ده متاخد عشان نعمل مشروع زي المشروعات اللي بتبقى للصغيرة أو متناية الصغيرة أو تمويل مشروعات كبيرة أو تمويل خط إنتاج في مشروع كل ده هيبقى نوع من أنواع التمويل وليس فيه شيء يبقى تعالوا نقول أن القرد بمعنى القرد من أجل شراء سلعة أو خدمة أو عمل خدمة أو تمويل مشروع ده كمان ما بيمحقش البركة فعشان كده ما تسمعوش كلام الناس أن الحرام أخذ الحلال في وشه مين قال إن ده حرام؟ ده قرد عبارة عن تمويل وليس قرداً عبارة عن تمويل وليس قرداً عشان كده إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا ما يمحقش البركة أبداً من عند السائل أو السائلة اللي سألوني السؤال ده